هل كانت هناك أي طرق من أجل أن يكون هناك خيام وأمور أكثر سلامة لهؤلاء العائشون في هذه المنطقة نحن كنا نحاول قدر الإمكان أن نجد أماكن لكل هؤلاء الأشخاص من أجل أن يذهبوا ويجدوا كافة السبل للعيش من بناء التحتية الصحية وأماكن لذمة للعيش وكان هذا تحدي كبير وأيضا بالنسبة للغزو البري لرفح ما هي الأخبار هل هذا ممكن لما نرى إلى الآن أي خطوات بهذا الصدد ولكن نحن سنتحدث عن هذا لاحقا في الاجتماع في الإسبوع المقبل مع مسؤول رفع المستوى من إسرائيل هل نعتقد أن الرئيس سيكون جذء من هذا الاجتماع في الإسبوع القادم سيكون هناك تفاصيل لاحقة سيتم الإعلان عليها شكرا لك جذيلة الشكر بالنسبة للهجمات التي حدثت في موسكو هل لديك أي أخبار هل ما كان هذا لا علاقة بحرب الأوكرانية أم لا لا يوجد أي أخبار إلى الآن ولكن لا أعلم إذا ما كان هذا مرتبط بأوكرانيا أم لا السؤال هل لك أن تشرح لنا ما هو الفرق ما بين حق الرفض الذي استخدمته روسيا والصين والحق الذي استخدموه نحن استخدمنا الحق بناء على معطيات حقيقية لكن كنا نتحدث عن أهمية شكب وإدانة الأمور التي تقوم بها حماس وأيضا أن يكون هناك إطلاق صراحة الرهان كان الموضوع مشروطا ولكن كانت هذه أول مرة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتم إدانة حماس على ما بدر منهم في السابع من أكتوبر لكن الآن استخدام روسيا والصين لحق الفيد هو مبني على أمور سياسية بالنسبة للشكوك الموجودة أن هناك بعض الأمور المسيسة في هذا القرار اللي سيما من النظام الروسي أعتقد أن الموضوع صعب للغاية أن يكون هناك أي تصريحات بالشأن زعزعة الاستقرار الموجودة الآن وبالنسبة للنظام في موسكو والسيد بوتين وطريقة إدارته للبلاد وهل ما إذا كان هناك عدم رضاء عام في موسكو أم لا بشأن هذا أعتقد أن الموضوع مختلف تماما عندما يتعلق الأمر بالحرب الروسية الأوكرانية شكرا لك